السلام عليكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن LiOS 14.3 جميع الميزات من البيت الأول إلى هنا فإذا كنت ستحدث له وأنا أنصح كل شخص أحدث حلقة LiOS 14.3 تشوف هذا الفيديو يكون ملوم لحد جميع الميزات طبعا LiOS 14.3 نزل جميع الإيفونات التي تدعم LiOS 14 وضع آيباد أو Snapdragon 14.3 وواتش playing OS 7.2 وسيتحدث عن بعض الميزات extending 7.2 كبداية كنت العودة لany 아�ulous 14.3 اليوم ستحدث النسخ النهائي هذه النسخة النهائية التي ستنزل حق الكل بالأيام القادمة انتقالك من النسخة البيتا إلى النسخة النهائية سيكون الحجم كبير فالآن ننتقال من iOS 14.3 البيتا الثالث إذا هذه النسخة النهائية حجمها 4.44 جيجا بايت أيضا العكس انتقالك من النسخة النهائية إلى بيتا سيكون حجمها كبير فالحجم هذا لا توقعوا انه في التحريث اذا كنت على iOS 14.2 او 14.2 او 2.1 لأيفونات 12 الجديدة لا توقع انه سيكون 4.44 جيجا بايت لك لكن انا مثل ما قلت لكم لانتقالي من النسخة البيتا للنهائية المهم نشوف البلت نمبر معاكم لو نخش العديدات نروح عام نضغط على حول نشوف معاكم البلت نمبر هنا نشوف 18C65 ليس هناك حرف النهائية فليعتبر عليها النسخة النهائية نسخة البيتا الثالث كان عندي 18C5061A ففي النهاية هناك حرف A لو نتكلم لكم عن المودم fromware لا نوع تغير طبعا لا يُعتبر على النسخة هذه ولكن كنت على النسخة الثالثة البيتا ونسخة النهائية لا يوجد تغير فلا تتوقع اذا كنت على النسخة النهائية الانتقالي الـ 14.2 او 14.2.20 لا يوجد تغير إلا إذا كنت على البيت النهائي ونقلت هذه النسخة لا سيكون هناك تغيير فإذا كنت على البيت كما قلت لكم وعندك مشاكل في الاتصال في الشبكة في الوائرلس لا ستنحل إذا كنت على الثالثة لا ستنحل هنا دعنا نتحدث لكم عن بعض الميزات لحق Apple Watch 7.2 قبل أن نبدأ الفيديو لحق يوسف 14.3 فيها ميزات كثيرة قدام فيها نزلت الأي سي جي وتكلمنا عن ميزات هذه من قبل لحق تايوان دا الآن هناك أشياء لحق الفيديو سي بلس وحق الكارديو الأشياء موجودة هنا على الابل ووتش مع الأوس الجديد اللي هو 7.2 هناك أيضا سببورت لحق الفويس أوفر في نفس الابل ووتش هناك سببورت لحق الفاميلي سيتاب في البحرين وفي كندا في النروج وإسبانيا لكن لازم يكون عندك شريحة لكن شي حلو أن سببورت لحق الفاميلي سيتاب في البحرين الدولة من الدول الخريج في هذا السوفتوين طيب رجعنا معكم حين لحق الأي اوس 14.3 نتكلم كبداية عن الشورت كاتس برنامج الاختصارات توقع كل الأشخاص يعرفونه هذا البرنامج هناك ميزة نزلتها أبل من لا يسفورتين أنك تغير الثمات وتسوي أشياء تنزل أو برنامج يعني تغير الشكل حقه وتسوي حركاته الشخص الكثير يساوونها إذا الآن على النسخ اللي موجودة عندكم اللي هو 2.1 مثلا أو 14.2 مثلا تسويت الحركة وفتحت البرنامج ومغير شكله ضغطت عليه يجب أن يفتح لك الشورت كاتس ثم يفتح البرنامج في النسخة هذه لا يحتاج أن يفتح الشورت كاتس ولكن تضغط عليه يفتح لك البرنامج حتى لو مغير شكله هذه الميزة حلوة في الشورت كاتس تحتاج الجليده الميزة الثانية ستكون في iOS 14.3 اللي هي AirBots Max إذا شريت AirBots Max لازم يكون عندك iOS 14.3 وأحدث في المستقبل علشان تشتغل معك بجميع الميزات التي فيها وتكلمنا عن الميزات كلها والأشياء في فيديوهات ثانية لكن إذا كنت تشتري السماعة هذه فالسفتيار سيكون دعم لحق السماعة ثمات حقتها والأشياء والاستخدام حقها عشان تستخدمها كامل لازم يكون عندك السفتيار هذا وبرضو Fitnce Plus تمر أبر تتكلمت عن Fitnce Plus وهو يعتبر مثل ما تقول جيم في البيت يكون عندك مدرب كل أسبوع نزدون تدريب فاشتراكه بفلوس سينزل يوم الاثنين قبل تكلمت أنه سينزل يوم الاثنين لكن لازم تستخدم iOS 14.3 وهذا قيمة في الشهر مثل ما نشوف وعندك اشتراك شهر مجانا إذا كنت تبي تجرب البداية أو إذا شريت Apple Watch راح يكون عندك ثلاثة شهر مثل ما نشوف مجانا فالفتنس بلس والأيربودز ماكس لازم يكون عندك iOS 14.3 عشان يدعم نروح هنا في التفاصيل هنا لحق الحريم طبعا هنا برنامج الحامل مثل ما نشوف فهنا تتسوي تتبعين الحمل حقك والأشياء في برامج حين تستطيع تتبعينها ويكون في برنامج صحتي هنا لو في مثلا مستشفات في الشرق الأوسط يدعمون Apple فالدكتور يرى الحمل حقك وعراضة وكل الأشياء مثل ما تشوف مكتوبك لذلك تستطيع بوز وتشوفين ميزات التتبع الحمل هنا حسنا لو نخشدكم حين لحق العددات وحق الكاميرا ميزات الكاميرا لو نفتحها نرى التنسيق هنا Apple Pro Raw هذه الميزات تكلمنا لكم عنها من زمان أن iPhone Toolfo Pro Toolfo Pro Max ليس موجود على iPad Pro لا فقط Toolfo Pro Toolfo Pro Max فيها ميزة Apple Pro Raw المصورين المحترفين الذين شارعين iPhone لحق التصوير يعرفون هذه الميزة ستنزل لكم الآن في نسخة iOS 14.3 مثل ما نرى هنا تطلع عندك تقدر تشقلها بعد ما تشقلها من العددات تقدر تشقلها في أي وقت تصور تقدر تطفيها في أي وقت بما أن في الكاميرا لو نرجع هنا في الفيديو لو تفتح تسجيل الفيديو في خيار هنا تنسيق PAL مثل ما نرى هذه الميزات هم أكثر الأشخاص اللي يستخدمونه في أوروبا وفريقيا وآسيا عندنا مثلا في الدول العربية ومليكة الجنوبية لحق بعض الغنوات التسجيل يستخدمون صيغة PAL مثل ما يرى يستخدمون 4K على 25 فريم أو يستخدمون Full HD على 25 فريم فهذه ميزة PAL هنا ستكون عندك أو تنسيق PAL تستخدمها هنا ومننا هنا في الفيديو فهنا انعكاس الكاميرا الأمامي هذه أبل نزلتها في الإفنات الجليدة لكن الآن نزلتها في iOS 14.3 لحق جميع على جهزة اللي تدعم iOS 14 فإذا جهازك iPhone 6S وأحدث رح تقدر تشكلها هذي ميزتها لأشخاص اللي عارفون مثلا وتشوف شخص مصور سناب شات تشوفها بالعكس يمين يصار يمين يصار ومشان انعكاس الشاشة حق فهذه الميزة بعض أشخاص يبغونها فتقدر تشكلها من هنا ونبتكلم حق Apple Store تكلمت من بداية iOS 14 في WWDC الحق الخصصية والأشياء القوية التي تكلمت كثيرا عنها لكن هذه الميزة أخرتها لكي بعض الشركات لا يبغون يشغلونها فيسبوك وغيرها لكن أعطتهم الوقت المحدد آخر شي من نهاية السنة فإذا فتحت أي برنامج قبل لا تحمله ستشوف سكشن خاص في نفس البرنامج تحت هنا الحق الخصصية سيكون عندك يعلم قبل لا تحمل البرنامج الذي يأخذ منك بعض البرامج يأخذون معلوماتك ويبيعونهم يعني يتبعون برامج ثانية مثل برامج فيسبوك بعضهم ليس فقط البرنامج حقهم لا يتبعون برامج ثانية فأبل اجبرة المبرمجين لأي برنامج يضع هنا سكشن خاص يكتب لك الأشياء التي يأخذها من جهازك قبل عضتهم مدة قرابة 6 شهور فالآن كل المبرمجين يجب أن يفعلون ذلك الحركة إذا المبرمج لم يفعل ذلك الحركة المهلب ستخلص من أسبوع لغاية تقريبا ستبدأ توقف البرامج أي برنامج لا ينزل الخيار يجب أن يحدث من App Store فإذا لديك برنامج تحتاج لتحمل أو تدري المبرمج يسرق مثلا لكنك تبي البرنامج لا يسرق فحمل البرنامج من الآن لكي لا تتحذف هناك سكشن جديدة حينما نرى لحق الأفلام من الأفلام ترتيب اختلف الآن في برنامج Apple TV والسكشنات تغيرت فلنفتح مثلا الرياضة من الرياضة يعني اختلاف خفيف في بعض الأشياء والأنواع مثلا ما نرى عندك وإذا تبحث عن الفيلم سيأتي الـ اختلاف عن US 14.2 كتصميم خفيف وإذا تكلمني عن Apple TV تتكلم عن Apple Music أنا لم أستخدمه لكن أقول لك خاصا في الفيديو كليب يمكنك تشغله بالأفغي ولا تشغله بالأعمودي فأشياء خفيفة في Apple Music أيضا Apple Club تكلمنا عنهم بداية iOS 14 أبل ستنزل شيء اسمه Apple Club أنه مثلا رحت محل وما يحتاج تحمل البرنامج حقه لكي تعمل معه أو أنك مثلا في دول من الدول التي تتمشي في الشارع تشوف شركات يجرون لك سياكل أو شيء وما يحتاج أنك تنزل البرنامج حقهم علشان تشترك معهم بالأبل وكليب تقرب مثلا بالNFC أو أنك بالكاميرا مثلا من نزل براكود خاص فيها تفتح لك البرنامج لكن يكون صغير البرنامج وليس برنامج تحميل تضع معلوماتك على طول وتعمل Sign-in لا يحتاج أنك تحمل البرنامج لك الأشياء الطويلة هذا برنامج الطقس لو نفتح برنامج الطقس عندكم هنا الآن في بعض الخيارات موجودة هنا تكلم من زمان جودة الهواء فالجودة الهواء نزلت بعض الدول الثانية نزلت في أمريكا 100% من زمان UK وجرماني والهند والمكسيك وشاين وبعض الميزة الثانية في شاين وتقدر تضغط على الخيار يفتح لك الطقس والأشياء الثانية فجودة الهواء والأشياء الموجودة هنا قامت تتوسع حين أكثر في iOS 14.3 لو نتكلم عن سفاري نرح سوف نرى محرك بحث جديد هنا مثل ما نرى Ecosia هذا محرك بحث غير المحركات الموجودة عن تتبع ما تتبع لكن شركة ثانية تقدر تضغط هنا فلو تضغط عليها وتخلي عندك هنا في سفاري فأي شيء ستبحث الآن من فوق سيفتح لك من نفس شركة Ecosia مثل ما نرى هذا هو محرك البحث طبعا من الفين سأرجع لأشخاص غوغل ما دم الأشخاص ستستخدمون محركة البحث ثانية لكن في أشخاص حين في سكشن جديد وحركات أفضل في البحث لو ننزل تحت آخر شي نضغط هنا تقدر تسوي بحث آخر لعبة نزلت أو بالعمر فالأشياء الجديدة ننزلوها أو إذا بحث عن شي مثلا بنحط ألعاب في عمر أربع سنوعة وعلى نقدر نضغط هنا والترتيب يتغير مثلا ما نشوف برضو أبل نيوز بلس أنا ما استخدمها يمكن في أشخاص يستخدمونها لكن أبل نيوز سمعها بالصوت فهي تعديل خفيف لحق أبل نيوز بلس إذا أشخاص يستخدمونها فهذا ميزة جديدة برنامج الهون برضو لو نفتح عليه في تغيير خفيف هنا والتحديثات ف في iOS 14.3 الآن إذا عندك جهاز حط خصوصا الأجهزة التي ليست من أبل هومبود والأبل تفي مثل الشركات الثانية الآن حتى لو قطعة ثانية مثل تستطيع تحكم برنامج الهون نفسه لو نتكلم عن التعديلات هناك مشاكل كثيرة في iOS 14.2 و 14.1 ومشاكل في البيت قبل قبل حلتها كانت لدي مشاكل في الرسائل MMS أو الرسائل العادية يجيني رسالة لكن لم يجيني تنبيه قبل حلتها شيء حلو ومن زمانا ضيقت على ذلك بيتها وأشخاص يرسلون لي وأقول لهم ما جاتني رسالة مشكلة أن لازم أفتحي برنامج لشوف الرسالة أحيانا يجي لتنبيه بره وحيانا ما يجيني التنبيه وبرضو في القروب أنا عندي قروبات هنا أحيانا أن أتوهق أني ما أرد عليهم لأن تفاجأ إلا بعد يومين ثلاثة أيام ما أردت عليهم خلاص خلاص الموضوع بسبب ما ما جاء لي تنبيه بعضهم يدقون عليه يقولون نكلم هناك وما ترد فهذه مشاكل في البيتا ليس في النسخة الرئيسية اللي عندك 14.2 و14.2 و21 لكن في البيتا وقبل حلتها هنا وفي مشاكل بعض الأشخاص يقول لك في برنامج الفوتوز نفسه بعض الفيديوهات أو الصور ما يفتحون فقبل حلتها هنا برضو وبعض الأشخاص يقول لك الفولدر نفسه ما يفتح عندنا يضغط أو أنه في البيتا قبل هذه النسخة يضغط على الشي ما يفتح فقبل حلتها هنا وبعض الأشخاص عندهم مشاكل في البلوتوث فكل لحظة صحيح هنا البلوتوث ما يشتغل عادل أو بلوتوث نفسه لو تضغط عليه مثل الباهت ما تقدر تشغل بعضهم تجربوا فرمات ما يستطيعون يشغلون البلوتوث من هنا فقبل بلوتوث برضو في المكسيف دول القطعة التي قمت لكم رفيو عنها من قبل أجيبها لكم كذا القطعة التي استخدمها موجودة في القرفة لكن هذه هي القطعة ما في تحتهم لي لكن إذا كان المكسيف دول بعض الأشخاص يقول لك ما يقدر يشحن جواله بأعلى سرعة فهذا مشاكل أبو الحل تفضي السوفتير هذا فالسوفتير تقدر تشحن جهازك بالمكسيف دول على سرعة وبعض الأشخاص برضو في الكيبورد إذا كان استخدموه الفويس أوفر الكيبورد يعلق عندهم قبل حل تفضي النسخة والسيكيور أبديث طبعا هذه المشاكل كلها فيكس لكن في أشياء سيكيور اختراق مختراق قبل ما تتكلم عندي الشيء لكن فيش أشياء حدلتها قبل فأنصح كل شخص 14.3 في المستقبل سنرى بعد شهر شهر يقول لك اكتشفنا ثغرة تحكم لكن قبل حل قبل شهر أو ثلاث شهور تصير بهذا الشيء فأتمنى أنكم كل الشخص حدلت حدل النسخة وفي النهاية مثل ما عوادناكم نجرب لكم نرى أنتوتو وش الميزات التي طلعت فيها وش الأرقام التي طلعت فيها مثل ما نرى 633220 الشيك بنش 5 نفتحها نذهب حق الهيستوري وواضح عندكم البيت التي قبل مثل ما نرى في الملتي كور 4258 الآن 4172 وفي السنجل كور كان عندي 1596 الآن 1594 هناك اختلاف صح لكن مثل ما كنتم نسوي مرة ثانية يتغير يمكن يزيد لحسب حرارة الجهاز والأشياء الثانية طبعا نستخدمها في الآيفون 2 برومكس إذا أرى البيت الذي قبل كان عندي 931 الآن 942 424 بس تقريبا هذه كل الميزات فنصيحتي كل شخص يحدث حق الايوس هذا أول ما ينزل إذا كنت على iOS 14 هذا أفضل ايوس يكون عندك موجود في المستقبل سنزلون سوفتيارات ثانية أهم شي إن أول ايوس يجب يكون في مشاكل الثاني قل المشاكل الثالث حبة حبة في النهاية تكون نظام ثابت وما في مشاكل متى سينزل هذا النظام طبعا نحن يوم 9 فيمكن بكرة لا أتوقع يمكن يوم الجمعة ممكن يوم الجمعة نزدون يوم 11 100% يوم 2 وإذا ما نزل يوم 2 100% أو 3 لأن ما أتوقع ستقدر أبل تأخر عن الأثنين فتنس بلس ستنزل يوم 2 القادم وفتنس بلس يجب يكون iOS 14 3 فأتوقع الجمعة وبالكثير الأثنين يوم الأثنين ينزل هذا السوفتوين فقط انطباع إلى البطارية في المتاز المتاز البطارية لا لدي مشاكل على iPhone Pro Max مثل ما قلت إذا جهازك iPhone 6 iPhone 7 جار عليها الزمن خلاص لا لا يوجد سوفتوين يجب أن تغير البطارية أو تغير الجهاز في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة واشتراك في حساب سنار شارك في ضبطكم وعمل لا تنسون الفضل دعاكم والسلام عليكم